أكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف همية مشروع الخبرة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا عبر التعديل على قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقال معاليه خلال الإجاز الإعلامي الحكومي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مشروع الخبرة الجديد والتحول الإلكتروني العدلي من المشاريع الجوهرية التي تهدف إلى رفع مستوى فاعلية الأداء وسرعة الإنجاز حيث أن مشروع الخبرة الذي سيحال إلى مجلس النواب يعتبر من المبادرات المهمة التي ستحدث تغييرا جذريا في تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم عبر تمكين الخصوم من اللجوء للخبرة لإثبات الدعوة وكذلك أرفاق تقرير الخبرة عند رفع الدعوة أو أثناء سيرها وقدم معاليه خلال الإجاز الإعلامي عرضا حول تطبيقات التحول الإلكتروني في القطاع العدلي والتي وفرت عدة خدمات ومنها رفع الدعاوة المدنية والتجارية والشرعية بجميع درجاتها وتبليغ الإعلانات القضائية وتطبيق نظام إدارة الدعوة لتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم حيث أسمت تطبيقات التحول الإلكتروني في تقليص فترة الإعلانات لتصبح تلقائية مع إمكانية رفع الدعاوة ومتابعتها على مدار اليوم إضافة لتداول الدعاوة قضائيا دون حاجة للملفات الورقية وكذلك إمكانية عدم الحضور الشخصي للجلسات وإطلاع جميع الأطراف على مستجدات الدعوة بشكل فوري